الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم أحسن الله إليكم سائل يقول لحقت بصلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية هل أقضي ما فاتني أم أسلم مع الإمام الحمد لله الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن من فاته شيء من الصلاة أيا كانت هذه الصلاة فإن المشروع له قضاؤها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وهذا النص وإن كان واردا على سبب خاص إلا أن المتقرر عند العلماء أن العمر فبعموم الألفاظ لا بخصوص أسبابها وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما يدركه المأموم من صلاة إمامه أهو أول الصلاة باعتبار المأموم أم أنه يدخل في الجزئية التي فيها إمامه على قولين لأن العلم رحمهم الله هو القول الصحيح أن ما يدركه المأموم من صلاة إمامه يعتبر هو أول الصلاة باعتبار المأموم وبناء على ذلك فإذا كبر الإمام في صلاة الجنازة التكبيرة الأولى ثم كبر التكبيرة الثانية وأنت أدركته في التكبيرة الثانية فإنها تكون الأولى الثانية في حق الإمام ولكنها الأولى في حقك فإذا كبر الإمام الثالثة فإنها تكون الثالثة في حق الإمام ولكنها الثانية في حقك أي تقرأ فيها ما يشبع قراءته في التكبيرة الثانية ثم إذا كبر للرابعة تكون رابعة في حق الإمام ولكنها ثالثة في حقك وهي تكبيرة الدعاء فتدعو بما تيسر لأن الإمام سوف يسلم ثم إذا سلم الإمام تأتي بتكبيرة الرابعة ثم تسلم فإذا أنت تدخل معه باعتبار أنها أول صلاة الجنازة وتقرأ في التكبيرة ما يشرع لك قراءته فيما علمته من السنة والله أعلم